تعالي نحل مشكلة سواد الفول وانه بيسود وبيغمق وبقى شكله مش حلو كمان هنعمله بطريقة لذيذة جدا ويطلع معاك دايب ومستيو بالشكل ده كل الده اهم حاجة فيه نوعية الفول نفسها شايفة اللي قدامك دول تلات انواع دي الفولة اللي انا استخدمتها في الاساس لونها ابيض مبططة وحجمها كبير شوية دي اللي تروح تشتريها من عند العطار اما الغمقين دول فبعادي عنهم لانه بيغيروا اللون بتاع الفول وبيطلعوا غمقين جدا جدا تمام طبعا الفرق واضح قوي شايفين دايما تختاري الفولة الفتحة الكبيرة والمبططة خلاص ابعادي عن الغمقة واللي مدورة والكلام ده كله علشان كمان القشرة تطلع معاك مستوية ولذيذة بعد ما شفنا بقى فرق الفول تعالي بينا يلا على طول ده فول بلدي طحفة تعالي بينا يلا ناخد الفول نغسله بقى علشان ننقعه هننقعه حوالي خمس ست ساعات او من بالليل للصبح طبعا قبل ما ننقعه لازم نكون غسلينه كويس جدا ومنقهينه من اي شوائب موجودة فيه هنغسله تمام التمام زي ما نشايفين الفولة بيضة وكبيرة ومبططة وحطله مية عادية جدا من الحنفية وانقعه زي ما قلتلك يا من بالليل للصبح يا ست ساعات على الاقل بالشكل ده كده تنقع وبقى زي الفول نفش كده وكبر تعالوا بينا بقى نفضل مية اللي عليه ضروري جدا ونديله شاطفة من فوائد النقع وان احنا نشطفه بعد ما ننقعه ده بيخليه ما يعملش نفخة كبيرة في القولون تعالوا بينا بقى نحط الفول في الدماسة بتاعتنا ولازم يكون الكمية مش كبيرة يعني تبقى تلت الدماسة بس وحط هنا نص كباية من الفول الماتشوش ونص كباية من العدس الاصفر المخصول طبعا لتنين مخصولين هحط بصلايا وفصين توم وطمط مية تمام بالشكل ده هجيب لمونة وافتحها وشيل البزر وعصرها وحط معلقة صغيرة من الكركم وبلاش تحط قشرة اللمونة عشان ما تمررش معانا الفول كده احنا جاهزين جدا هحضر مية تغلي على النار واجي اصبها علشان املة الدماسة على الفول واسب يدوبك فيها 3-4 سنتي علشان اديها برح تغلي تمام يبقى كمية الفول في الدماسة ما تتعداش التلت والاضافات التانية يبقى كله كده في نص الدماسة بس عشان ياخد راحته في التسوية واول ما يغلي بالشكل ده هدي النار بقى خالص خالص شامعة وسيبيه على نار هدية لغاية ما يستوي تماما هنا بقى بعد مستوى تعالوا نشوف جمال الفول يا خبر على اللون يا خبر على الجمال تحفة ودايب مستوي حتى القشرة ما بنتش خالص ده دليل ان الفولة نفسها من اساسها مميز جدا جدا انا فضيته قدامكو يلا بقى انت خليه في الدماسة يهدى خالص وبعدين ابتدي عبيه كده في اكياس على قد الاكلة وحطيه في الفريزر هيطلع معاك خطير كمان ممكن توضب لي التوضيبة اللي انت بتحبيها وتشليه متوضب يبقى جاهزة على التسخين شايفين الجمال الفولة بجد زبدة